في الحقيقة النهاردة الساعة 2 الظهر هيكون في حدث مهم الحدث ده بيقول ان الدولة مش بس بتبني جمهورية جديدة لا هي بتبني كمان جيل جديد جيل مبدع جيل عنده حلم ومصدق الحلم اللي بيشتغل عليه لان النهاردة هيتم اعلان اسماء الفائزين في النسخة التانية لجايزة الدولة للمبدع الصدير الجايزة دي بتتم برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية اهمية الجلسة اهمية يعني هذه يعني الحدث ده تحديدا ايه اهميته اهميته جاي من اكتر من سبب اولا ان دي جايزة جايزة الدولة مش مسابقة عادية يعني زيها زي جوائز الدولة التقديرية والتشجعية وده ليه معنى مهمة اوي هو ان الدولة مهتمة بالطفلة على اعتبار ان ده المستقبل اللي لازم نرعيه علشان لما يكبر يكون عنده المعرفة عنده الابداع عنده العلم الكافي كمان علشان يساعد نفسه ويساعد بلده في التطور والتنمية فمهمة جدا مثلا اللي احنا نرعى ونهتم بالطفلة نرعى ونهتم بالنشأ الجديد لان هو ده الجيل الجديد اللي هيدر اللي هو يعمر ويبني البلد كمان وكمان ده حقيقي كمان الحلو في الجايزة دي ان هي مهتمية وبتفتح الباب للاطفال من خمس سنين لحد تمنتاشر سنة يعني هم مش مهتمين بالصغيرين بس او اللي بيكبروا شوية لا هم واخدين يعني سن واسع شوية من خمسة لتمنتاشر سنة وبتهتم كمان بمجالات كتيرة جدا كل المواهب عندك الفنون مثلا مجال الأدب سواء قصة او شعر او كتابة مصرحيات نتكلم كمان في الفنون تاني زي الرسم او الموسيقى او الغنى ده غير مجال التطبيقات والمواقع الالكترونية والابتكارات العلمية كل حاجة ممكن الطفل يكون ما هو فيها يقدر ان هو يشارك ويقدر ان هو يدعم المواهبة اللي عنده دي يا أحمد فكرة كمان بسانتي ممكن المميز لهذه الجايزة تحديدا فكرة ان هي مش بتنتهي عند مجرد اعلان الاسامي واعلان اسماء الفائزين في هذه الجايزة وخلاص خلصنا جايزة الدولة المبدأة الصغيرة الموضوع مكمل لان هي يعني كمان بتكمل مع الطفل وبتقدم ليه الدعم الدعم وبترعاه وبتوصل للجهات او بتوصله كمان للجهات البحثية اللي بتقدر له تساعده فيه الابتكار وتدعم كمان موهبته الفنية والثقافية اي مكانة الموهبة اللي تم الاعلان عنها وده الهدف الاساسي من الجايزة هو الاكتشاف والكشف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز طاعتهم الابداعية في كل المجالات زي ما انت ذكرت يمكن اغلب هذه المجالات تحديدا طبعا جميل وحلوة قوي ان الدولة يبقى عندها الدعم ده للاطفال الصغيرين والجهزة دي بتاعك ساعد ايه الدولة في الحقيقة يعني مهتمية بالطفل وبحقوقه وباهتماماته مش بس الابداعية لكن كمان حقوقه التعليمية والمعرفية حقه فيه حياة وبيئة بتوفر ليه كل الاجواء الصحية والسليمة اللي تقدر ان هي تساعده في انه مش بس يبني الموهبة دي لكمان ينميها ويكبرها ويتطورها كل يوم في الحقيقة المسابقات دي بتبقى مهمة جدا انشغال الاطفال في مثل هذه المسابقات وانه يبقى عايز ياخد الجايزة ويتطور ويدخل مسابقة بعدها مهم جدا في نشأ صحيح ليه دولة مهتمية بحاجة زي دي بنطبعا بنحث حضراتكم ان انتوا كمان تكونوا مهتمين بحاجة زي دي في تربية ونشأة الاولاد عشان ان شاء الله يبقى عندنا جيل يقدر ان هو يبني مصر ويعلى بينا كمان وكمان نصبحها لحضراتكم ونتمنى لكم صباح جميل وصباح الخير يا مصر